بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت القوات المسلحة الإعدادة والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية التي تضم أطنانا من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخصصة شمالية قطع غزة يأتي هذا استمرارا للجهود التي تبدلها مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطع غزة يشهد العالم منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة حيث يسقط ألاف الشهداء في قطاع غزة وتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة نبز الأقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثاتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وبتوجهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وصلت القوات المسلحة المصرية الإعدادة والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتي تضم أطناناً من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للأسقاط الجوية بالمناطق المخططة شمال القطاع فيما تشهد سماء غزة إسقاطاً يومياً لعشرات الأطنان من الاحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوي الممتد منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين فيما تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البري وذلك بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصري ضمن المبادرات الإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم